السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في الصحة التاسعة والسبعون من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث من التعليم الابتدائي اليوم إن شاء الله مع الأسبوع الخامس الوحدة الثانية مجال الحياة التعاونية الحكاية التقويمية عش اليمامة ألاحظ المشهدين وأستمع للحكاية هناك في هذا المشهد ثم في هذا المشهد ونستمع إلى حكاية عش اليمامة كانت اليمامة تتنقل بين أشجار الغابة بحثا عن أغصان صغيرة ترمم بها عشها الذي عبتت به الريع إذن اليمامة كانت تتنقل بين أغصان الأشجار لغابة بحثا عن أغصان صغيرة والأغصان اليابسة ترمم بها عشها الذي عبتت به الريع ترمم يعني تصلح ما أفسدته الريح فتعرضت خلال رحلتها بين أشجار لكسر في إحدى رجليها فبينما يتتنقل بين أغصان الأشجار كسرت إحدى رجليها ولم تعود قادرة على الطيران ولم تعود تستطيع الطيران رأتها القبرة واقفة على ساق هذه القبرة رأتها بأنها واقفة على ساق واحد على ساق واحدة فوق غصن تتألم فسألتها ما بك؟ ما لي أراك تتألمين؟ قالت لها ما شأنك وما سبب ألمك؟ ردت اليمامة لقد كسرت ساقي قالت لها بأن ساقي قد تعرض للكسر والآن لا أستطيع ترميم عش الذي عبتت به الريح وأنا لا أستطيع أن أرمم عش الذي أتلفته الريح أدركت للقبرة معاناة اليمامة وعجزها فعلمت بأن اليمامة غير قادرة وعاجزة عن بناء عشها وترميمه فأخبرت جميع الطيور وحتثها أن تجتمع عاجلا لتفكر في كيفية تساعد بها اليمامة المصابة فأخبرت جميع الطيور الموجودة في الغابة ودعتهم للتفكير في حل عاجل قال الأقلاق إن حالة اليمامة لا تحتاج إلى تفكير يعني حالتها لا تحتاج أن نفكر لها بل إلى العمل الفوري بل يجب أن نعمل فورا أيده البلبل قائلا نعم الرأي رأيك أيها الأقلاق يعني نعم الرأي الذي أعطيت فلا يحتاج الإنسان أن يفكر ما دامت هي لا تستطيع الحركة فيعني نحن سنقوم بذلك وإني أحب أن أكون أول المبادرين وإني أحب أن أكون أول من يبادر في ترميم هذا العش لا زال عشي قويا وسأقدم ما جمعته اليوم من أغصان لترميم عشي اليمامة إذن قال بأن عشه لا زال قويا وما جمعه اليوم من أغصان سيقدمه لليمامة واقترح الهدهد أن يتكلف ببناء العش واقترح هو من سيقوم بهدهد ببناء العش بينما الآخر يحضرون الأغصان فشرع في تتبيت الأغصان الصغيرة وتغليفها بالقش وطلب من بقية الطيور أن تمده بما يحتاج إليه ليتم ترميم العش إذن هو سيقوم ببناء العش وبقية الطيور ستحضر له القش والأغصان فحلقت الطيور فوق الغابة وعادت تحمل في مناقرها ما طلبه الهدهد من أغصان وقش حضر العندليب متأخرا ولما رأى الطيور قد انتهت من بناء العش قال العندليب جاء متأخرا فوجدهم قد انتهوا من بناء عش اليمامة فقال أما أنا فسأتكلف بتزويد اليمامة بالطعام يوميا أما أنا أو يحمل الطعام أما أنا فسأتكلف بتزويد اليمامة بالطعام يوميا وتدخل السنون وفقال إما أن ننقل أعشاشنا قرب عش اليمامة قال إما أن ننقل أعشاشنا يعني قريبا من مكان اليمامة أو ننقل عشها قرب أعشاشنا أو ننقل عشها قرب أعشاشنا فردت الطيور مجتمعة نحن من سنبني أعشاشنا هنا قالت نحن يعني سنقوم ببناء عشاشنا قرب عش اليمامة فنبقى قريبين منها نسليها ونتابع حالتها الصحية إلى أن تشفى وتعود إلى نشاطها يعني سيقومون ببناء عشاشهم قرب عشها لمتابعتها حالتها الصحية حتى تشفى وتعود إلى حالتها الطبيعية فرحت اليمامة بما قدمناها أصدقاؤها فرحت بالعمل الذي قام به الأصدقاء وشكرتهم على مساعدتهم وتعاونهم وبعد أيام ملأ هذيل اليمامة فضاء الغابة إيذانا بشفائها وبعد مرور أيام سمع هذيل اليمامة في فضاء الغابة إيذانا بشفائها وعمت الفرحة قلوب الطيور المتعاونة وعمت الفرحة جميع طيور الغابة الذين تعاونوا مع اليمام سوف نعيد سرد الحكاية عش اليمامة كانت اليمامة تتنقل بين أشجار الغابة بحثا عن أغصان صغيرة ترمم بها عشها الذي عبثت به الريع فتعرضت من خلال رحلتها بين الأشجار لكسر في إحدى رجليها ولم تعد قادرة على الطيران رأتها القبرة واقفة على ساق واحدة فوق غسن تتألم فسألتها ما بكي ما لي أراك تتألمين ردت اليمامة لقد كسرت ساقي وأنا الآن لا أستطيع ترميم عش الذي عبثت به الريح أدركت القبرة معاناة اليمامة وعجزها فأخبرت جميع الطيور وحتتها أن تجتمع عاجلا لتفكر في كيفية تساعد بها في كيفية تساعد فيها اليمامة المصابة قال الأقلاق إن حالة اليمامة لا تحتاج إلى تفكير بل إلى العمل الفوري أيده البلبل قائلا نعم الرأي رأيك أيها الأقلاق وإني أحب أن أكون أولا مبادرين لا زال عشي قويا وسأقدم ما جمعته اليوم من أغصان لترميم عشي اليمامة واقترح الهدهد أن يتكلف ببناء العشي وشرع في تثبيت الأغصان الصغيرة وتغنيفها بالقشي وطلب من بقية الطيور أن تمده بما يحتاج إليه ليتم ترميم العشي فحلقت الطيور فوق الغابة وعادت تحمل في مناقرها ما طلبوا الهدهد من أغصان وقشي حضر العندليب متأخرا ولما رأى الطيور قد انتهت من بناء العشي قال أما أنا فسأتكلف بتزويد اليمامة بالطعام يوميا وتدخل السنون فقال إما أن ننقل أعشاشنا قرب عش اليمامة أو ننقل عشنا قرب أعشاشنا أو ننقل عشها قرب أعشاشنا فردت الطيور مجتمعة نحن من سنبني أعشاشنا هنا سنبقى قريبين منها نسليها ونتابع حالتها الصحية إلى أن تشفى وتعود إلى نشاطها فرحت اليمامة بما قدم لأمها أصدقاؤها وشكرتهم على مساعدتهم وتعاونهم وبعد أيام ملأ هذيل اليمامة فضاء الغابة إيذانا بشفائها وعمت الفرحة قلوب الطيور المتعاونة أولا أضع علامة أمام عناصر الحكاية المكان هل هو حق أم غابة غصن قرية إذن المكان هو الغابة والغصن كذلك الأمكن هناك ذكرت الغابة وكذلك الغصن الطيور هناك يمامة غراب غير مضخون هناك الهدهد ثم البلبل ثم عندليب ثم عندليب ثم السنون المشكل حضور العندليب متأخرا أم كسر ساق اليمامة هذا المشكل هو كسر ساق اليمامة الحل هل هو اجتماع الطيور عاجلا أم بناء عش لليمامة ومساعدتها هذا الحل هو بناء اجتماع الطيور عاجلا وبناء عش لليمامة ومساعدتها ثانيا أعبر عن المشاهد شفاهيا دي المشهد الأول تقف اليمامة متألمة لكسر في ساقها المشهد الثاني هنا من هذا الطائر العندليب يحمل طعاما بمنقاره والمشهد الثالث يحمل اللقلاق غصنين بمنقاره ثالثا أعيد سرد الحكاية أو أسرد جزءا منها أو أحكي حكاية أخرى إذا نعيد سرد الحكاية عش لليمامة كانت اليمامة تتنقل بين أشجار الغابة بحثا عن أغصان صغيرة ترمم بها عشا الذي عبتت به الريح فتعرضت خلال رحلتها بين الأشجار لكسر في إحدى رجليها ولم تعد قادرة على الطيران رأتها القبرة واقفة على ساق واحدة فوق غصن تتألم فسألتها ما بك ما لي أراك تتألمين ردت اليمامة لقد كثرت ساقي وأنا الآن لا أستطيع ترميم عش الذي عبدت به الريح أدركت القبرة مع معاناة اليمامة وعجزها فأخبرت جميع الطيور وحتثها أن تجتمع عاجلا لتفكر في كيفية تساعد بها اليمامة المصابة قال الأقلاق إن حالة اليمامة لا تحتاج إلى تفكير بل إلى العمل الفوري أيده البلبل قائلا نعم الرأي رأيك أيها الأقلاق وإني أحب أن أكون أولى المبادرين لا زال عشي قويا وسأقدم ما جمعته اليوم من أغصان لترميم عشي اليمامة واقترح الهدهد أن يتكلف ببناء العشي فشرع في تثبيت الأغصان الصغيرة وتغليفها بالقشي وطلب من بقية الطيور أن تمده بما يحتاج إليه ليتم ترميم العشي فحلقت الطيور فوق الغابة وعادت تحمل في مناقرها ما طلبه الهدهد من أغصان وقشي هضر العندليم متأخرا ولما رأى الطيور قد انتهت من بناء العشي قال أما أنا فسأتكلف بتزويد اليمامة بالطعام يوميا وتدخل السنون فقال إما أن ننقل أعشاشنا قرب عشي اليمامة أو ننقل عشها قرب أعشاشنا فردت الطيور مجتمعة نحن من سنبني أعشاشنا هنا فنبقى قريبين منها نسليها ونتابع حالتها الصحية إلى أن تشفى وتعود إلى نشاطها فرحت اليمامة بما قدموا لها أصدقاؤها وشكرتهم على مساعدتهم وتعاونهم وبعد أيام ملأ هديل اليمامة فضاء الغابة إيذانا بشفائها وعمت الفرحة قلوب الطيور المتعاونة